فضاءات الخيام من ضمن انشطة مؤسسة سلطان ابن عويسن الثقافية للعام 2009 صدر هذا الكتاب لعل الانشغال بالشاعر والفيلسوف والفلكي غياس الدين ابو الفتوح المعروف بعمر الخيام لم يزل يشكل حضورا ثقافيا كبيرا في الاوسط العربية يعود هذا الامر الى عظم التاركة التي خلف هذا الرجل منتميا بعلمه الى حقول عدة فصاحب الرباعيات قد مزج بين رؤيته الفلسفية وقضايا عصره واهتم اهتماما كبيرا بانسنة الانساق الاجتماعية التي كان يرى فيها تراجعا اخلاقيا لا يضع الانسان في موقعه من صدر الظاهرة يقع هذا الكتاب في 199 صفحة ويضم نخبة من الكتاب منهم العراقي الدكتور عبدالواحد لؤلؤة وهو الناقد والمترجم المعروف يكتب رباعيات الخيام في الترجمات العالمية وايضا السوري محمد بن رضوان الدايا عن القيمة الفكرية لرباعيات الخيام واهميتها اما الدكتورة الاماراتية فاطمة البريكي فتكتب دراسة تحليلية عن ترجمة محمد صالح القرف حول رباعيات الخيام وفي ختام الكتاب يقدم الشاعر والتشكيلي اليمني الدكتور عمر عبدالعزيز حول ترجمان الخيام وليس مترجما له هذا الكتاب يعيد تقديم الرباعيات وصاحبها من جديد هذه المرة بالصورة التي يقف عليها هذا الكتاب فانه يمرر جملة مقولات حول السؤال الشعري عند عمر الخيام واتصاله بمسيرته والاحداث التي عاصرها وشارك فيها